استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني سعادة الفريق محمد عويس رئيس الأركان العامة للجيش الفاكستاني والوفد المرافق له ورحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس الأركان العامة والوفد المرافق له مشيدا سموه بما تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من نماء وازدهار مستمر وما أثمر عنها من رفع لمستويات التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني من جانبه عبر رئيس الأركان العامة للجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على اهتمامه المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني وذلك تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين اشتركوا في القناة